اشتركوا في القناة ونية التشريعية والقانونية في كافة المسارات التنموية الشاملة في البدء اتشرف ان ارفع اسماء ايات التهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه قائد مسيرة التحديث والتطوير الشامل والنهضة المباركة و الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس بزراء حفظه الله و الى شعب مملكة البحرين الكريم منسبة ذكرى مرور 22 عاما على ميثاق العمل الوطني و ان هذه المناسبة توقفنا امام جهود ثرية ومدرات سباقة تابعها حكام آل خليفة الكرام زمنا بعد اخر فبنوا الدولة ورسخوا اسسها ودونوا سيرتها في صفحات العطاء المشرف حتى برزت وتعاظمت كحاضرة ديمقراطية متقدمة ونهضة تنموية رفيعة بفضل المشروع الاصلاحي الذي دشنه جلالة الملك المعظم رحمه الله ونحن اليوم بعد ما يزيد على عقدين مزهرين نطالع اثمار المشروع النهضوي الذي انطلق من ميثاق العمل الوطني لندرك اهمية تلك اللحظة الاستثنائية الفارقة والتي تحققت بمدر ملكية حكيمة وارادة شعبية وطنية حرة رسخت مبدأ شراكة المواطنين في صنع القرار وبناء الوطن ولقد شهدت مملكة البحرين ومنذ انطلاق من ثاق العمل الوطني العديد من الانجازات والمكتسبات التي تحققت وتنامت بتوجيهات ورعاية ملكية سامية فتبوأت المكان الرائدة وغدت مثالا في التسامح والحريات الدينية ومنار للسلام والتعايش وسجلت خطوات تنموية واقتصادية واسعة تترجمها المرحلة الراهنة من خلال تسارع الجهود لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 واننا في هذه المناسبة نستذكر ما تحقق المرأة البحرينية من تقدم بارد في مختلف المجالات بفضل جهود مبادرات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عبر المشاريع التنموية والبرامج النوعية لدعم تقدم المرأة وإدماجها في برامج التنمية الشاملة كما نستحضر الجهود التي بذلت في سبيل تمكين الشباب وتوظيف إمكانياتهم وقدراتهم للمساهمة في الارتقاء بمنجزات الوطن نسعى في مجلس نواب من خلالها لتعزيز العمل بروح الفريق الواحد وبين السلطة التشرعية والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس المجلس الوزراء حفظه الله